وصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس المجلس مناقشة ملف الإصلاحات المؤسسية والتدخلات الإلمائية الدولية في قطاعات البنى التحتية والخدمية وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس عبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وعبر دائرة الاتصال المرئي سلطان العرادة وطارق صالح وفرج البحسني بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي وطلع مجلس القيادة الرئاسية على تقرير من مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم صالح حول تدخلات الأممية الإلمائية والخدمية في عدد من المحافظات اليمنية وأظهر تقرير المشاريع الجارية والمرتقبة في سبعة قطاعات حيوية بينها الطرق الحضرية والريفية والصرف الصحي والطاقة الشمسية وبناء القدرات والمؤسسية والبشرية وأشهد المجلس في هذا السياق بدور مكتب المشروعات الأممية في بلادنا وجهود عامليه وأهمية التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية في برمجة الأولويات بمختلف القطاعات كما نقش المجلس عددا من القضايا المدرجة في جدوى لإعماله على صعيد الإصلاحات وتطبيع الأوضاع الإدارية وتحسين الخدمات في بعض المحافظات وكان مجلس القيادة الرئاسي قل السمع إلى مراجعة المجزة لقراراته وأوامره السابقة والإجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة